بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطلبات الصف الثاني الزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة بيولوجي صف الثاني الزراعي انتهت ترمن الأول على خير والحمد لله وبدأنا في امتحانات الفصل الدراسي الأول نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا النجاح والتوفيق والسداد إن شاء الله في الامتحانات المقبلة درسنا خلال الترم الأول أو الفصل الدراسي الأول فيسيولوجي نبات الصف الثاني الزراعي وقدرنا ناخد بعض التراكيب الموجودة داخل النبات قدرنا نعرف إيه هي عملية النتح كيف يتم امتصاص الماء والأملاح والعناصر الغذائية من الطربة والنهاردة حنبدأ إن احنا راجع على هذه المواد الدراسية اللي احنا خدناها ونبدأ بأولى الأسئلة السؤال الأول هيكون ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ظاهرة الأسموزية هي عملية إدمصاص الماء على أسطح المواد الجافة ويقصد هنا بإدمصاص الماء معناه تشرب الماء أو تشرب الخلايا للماء فهل الكلام ده صحيح؟ هل عملية الأسموزية اللي بتعتمد على تركيز المحلول هي عملية تشرب للماء؟ ولا الكلام ده خاطئ؟ طبعاً الكلام ده خاطئ مئة في الماء لأن ظاهرة الأسموزية هي امتصاص وليس ادمصاص الماء امتصاص الماء من خلايا أو مسافات البينية للطربة الموجودة في الطربة نتيجة الاختلاف في تركيز المحلولين السؤال اللي بعد كده المحلول ناقص التركيز هو المحلول الذي يسبب بلزمة الخلية هل الكلام ده سليم؟ هل المحلول الناقص اللي تركيزه ناقص هو المحلول اللي بيسبب بلزمة الخلية؟ يعني ايه بلزمة الخلية؟ يعني امتصاص الماء من الخلية هل لو وضعت خلية نباتية في محلول ناقص التركيز هيقدر أنه هو يمتص الماء منها؟ ولا هي اللي حتتشرب الماء منه؟ فهنا سؤال بيقول المحلول ناقص التركيز هو المحلول الذي يسبب بلزمة الخلية الكلام ده طبعا بالتأكيد خطأ السؤال الثالث النتح هو فقد النبات للماء على صورة سائلة كما في الإدماء هل الكلام ده سليم هل النتح عبارة عن فقد النبات للماء على صورة سائلة ولا على صورة بخار ماء طيب وهل الإدماء هو كظاهرة هو زي عملية النتح طبعا الكلام ده كلام خاطئ 100% ليه يا ترى؟ لأن النتح هو عملية فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء النتح هو عملية فقد الماء على هيئة بخار ماء من الأسطح المعرضة للجو سواء كانت الورقة سواء كانت الصاق من العضيسات الموجودة على الصاق أو سواء حتى كان من بعض الأجزاء الأخرى في النبات المعرضة للجو واللي بتحتوي على صغور باستطاعتها تبخير الماء من النبات إلى الخارج أو إلى الجو الخارج بالنسبة لزاهرة الإدماء برضو الإدماء هي عملية فقد الماء ولكنها ظاهرة بتحدث في الربيع فقط في بعض النباتات إذن ظاهرة الإدماء دي ظاهرة إخراج قطرات من الماء بينما النتح هو إخراج الماء على هيئة بخار ماء هو هنا قال لك زي ظاهرة الإدماء عشان أنت تغلط وتقول له صح الكلام ده صحيح بيفقد الماء على صورة سائلة ولكن إحنا كلنا عارفين أن النتح عبر عن فقد الماء على هيئة بخار ماء وليس على صورة سائلة بنيجي بعد كده لأسئلة علل وهي من الأسئلة الهامة جدا وللأسف طلابنا بيفقدوا فيها درجات كتيرة نتيجة عدم التركيز سؤال الأول في علل يشاهد أو يشاهد زبول النباتات النامية في الأراضي الملحية بالرغم من وجود الماء ثاني يشاهد زبول النباتات النامية في الأراضي الملحية بالرغم من وجود الماء ليه النباتات اللي بتنمو في الأراضي الملحية بتزبل بالرغم من وجود ماء في طبقات الطربة المنخفضة أو القريبة من الطبقة الجزرية في النبات بسبب قوة تركيز محلول التربة الملحي الزائد التركيز عن محلول العصارة الفجوية بالشعيرات الجزرية ما يسبب انتقال الماء من النبات إلى التربة وحدوث الزبول أو ما يعرف بظاهرة البلزمة في سؤال زي ده بيختبر قدرتك على معرفة هل انت درست موضوع الأسموزية ولا ما درستوش طبعا كلنا درسنا الأسموزية وعرفنا ان ظاهرة البلزمة اذا وضعت الخلية النباتية في محلول عالي التركيز هي اللي بتفقد الماء يعني تفقد الماء من الفجوة العصارية اللي موجودة فيها لصالح المحلول الملحي المركز سواء كانت موضوعة في كوباية مية أو كانت موضوعة في الطربة زي الجزور فمثلا الجزور جزور النباتات الصحراوية أو جزور آسف النباتات اللي مزروعة في الأراضي الملحية بيكون المحلول الملحي اللي موجود في الأرض تركيزه عالي جدا أكتر من تركيز المحلول اللي موجود في الفجوة العصارية في الشعيرة الجزرية وبالتالي الشعيرة الجزرية اللي هي كانت بتعتمد على قوة تركيزها في امتصاص الماء من الطربة هيضعف ليه؟ لأن المحلول اللي موجود في الطربة أو الماء اللي موجود في الطربة الملحية تركيزه من الملح عالي جدا فبالتالي هو اللي هيقوم بعملية الأسموزية وامتصاص الماء اللي موجود في الفجوة العصارية في النبات هيمتصوا ويخرجوا إلى الخارج إلى الطربة وبالتالي لما النبات بيفقد الماء من الفجوة العصارية بيبدأ أنه يزبل أو يفقد خلاياه الماء وتبحث عن الماء في الخلايا الأخرى وتبدأ كل خلية تسحب من الأخرى الماء علشان تقدر تعيش وبالتالي بيبدأ النبات في عملية تهادل وزبول نتيجة فقدان الماء من خلال المحلول المركز اللي موجود في الطربة عشان كده ما بنقدرش نزرع كثير من المحاصيل في الأراضي الملحية عادة بعض المحاصيل اللي بتتحمل الملوحة زي الأرز وغيره من المحاصيل الأخرى نشوف برضو سؤال آخر من علل إضافة الجبس الزراعي إلى الأراضي الغدقة سيئة التهوية على فكرة السؤال ده من الأسئلة الهامة جدا واللي بتيجي عادة في الامتحان باقي الشيشة كواب بقولك إنه ممكن السؤال ده يجي لك في الامتحان لأنه من الأسئلة الهامة جدا علل إضافة الجبس الزراعي إلى الأراضي الغدقة سيئة التهوية طب ليه يا ترى؟ لأنه يعمل على زيادة مسامية التربة وتهويتها وتحسين الصرف في هذه التربة يبقى إضافة الجبس الزراعي بيعمل حاجتين بيجمع حبيبات الطين الغروي اللي هي بتكون سالبة الشحنة في حبيبات أكبر بيجمعها في حبيبات أكبر فبتتجمع حبيبات الطين الغروي سالبة الشحنة في كتل متقربة من بعضها مما يساعد على وجود مسافات بينية واسعة وكبيرة أو وجود خلال هوائية بين مسامات التربة يعني تصبح التربة مسامية فيها مسامات أو فيها مسافات بينية كبيرة طيب ودي حلوة ولا وحشة؟ طبعا حلوة لأنها بتزيد من وجود الأكسوجين في الطربة والأكسوجين اللي موجود في الطربة محتاجات جزور عشان تقدر تتنافس الأراضي الغاضقة معناها الأراضي الممتلئة بالماء واللي بيصعب على الجزور عملية التنفس فيها فممكن النبات مع قلة التهوية وقلة تنفس الجزور للأكسوجين يبدأ النبات في الزبول لذا بيضعوا الجبس الزراعي ده لأنه بيجمع حبيبات الطربة أو الطين الغروي السالب في مجموعات هذه المجموعات بتساعد على كبر وجود مسافات بينية واسعة بين حبيبات الطربة اللي بيها الهواء يتخلل الطربة وبالتالي يسهل على النبات امتصاص الأكسوجين أو الجزر امتصاص الأكسوجين والتنفس من خلالها السؤال الثاني بيقول يتم امتصاص الماء من منطقة الشعيرات الجزرية بالجزور إش معنى الماء اللي موجود في الطربة بتمتصه الشعيرات الجزرية اللي موجودة في الجزور ليه يا ترى؟ لأن خلاياها تمتص الماء بمعدل أسرع من خلايا مناطق الجزر الأخرى وهنا يجب ان احنا نعرف ان الشعيرات الجزرية من الخلايا اللي بتحتوي على فجوات عصرية كبيرة جدا وإحنا عارفين فايدة الفجوة العصرية الاحتفاظ بالماء والعناصر الغزائية لحين الحاجة إليها وبالتالي فإن الشعيرات الجزرية هي أقدر الخلايا على امتصاص الماء ليه؟ لأن الفجوة العصرية اللي فيها بتجعل تركيز العناصر الغزائية اللي فيها كبير وبالتالي بيجعلها شديدة السرعة في امتصاص الماء سهلة عندها قوة امتصاص اسموزية عالية جدا فبتمتص من الطربة ما تحتاجه من الماء وبالتالي بتوزعوا بعد كده على الخلايا النباتية في المناطق العليا من النبات نشوف آخر سؤال من أسئلة علل وهي تؤدي درجة الحرارة والرياح حول النبات إلى زيادة معدل النتح وبصراحة السؤال ده سؤال فني شوية لأنك عشان تشرح عملية النتح وإزاي بيقوم بيها النبات هتضطر أن انت تدور في الكتاب وتبحث في عملية النتح وهو ده اللي احنا عايزينه بصراحة يبقى السؤال بيقولك تاني علل تؤدي درجة الحرارة والرياح حول النبات إلى زيادة معدل النتح ليه يا ترى؟ الإجابة عندما تشتد الرياح أو ترتفع درجة الحرارة بينخفض الجهد المائي للهواء المحيط بالأوراق فيتبخر الماء من جدر خلايا الميزوفيل إيه هي خلايا الميزوفيل؟ هي الخلايا المحيطة بالغرف الهوائية الموجودة أسفل الصغر إلى أن تتشبع هذه الخلايا بالهواء أو ببخار الماء وتتشبع الصغور أيضا ببخار الماء وينتقل بخار الماء بعد ذلك إلى الجو عند فتح الصغور لأن الجهد المائي أو ضغط الانتشار في الغرف الهوائية والصغور بيكون أعلى من الجهد المائي في الهواء لذا بينتقل الماء من الداخل سؤال المقال بعد ذلك وبيجلنا ما هي القوة المسؤولة عن دخول الماء إلى الخلية النباتة سنقول أن القوة المسؤولة عن دخول الماء إلى الخلية هي محصلة قوتين أساسيتين إيه هما؟ واحد الضغط الإسموذي واثنين الضغط الجداري القوة المسؤولة عن دخول الماء إلى الخلية النباتية ليست قوة واحدة ولكن هما اثنين الضغط الإسموذي والضغط الجداري الضغط الإسموذي لمحلول عصير الفجوة العصرية اللي موجودة في الجزور والضغط الجداري اللي بيعمل على إيقاف تدفق الماء إلى داخل الخلية عند وصلها إلى حالة الامتلاء امتلاء أي عند حدوث الاتزان بين محلول الفجوة العصرية ومحلول الطربة القوتين دول معا بتسمى بقوة الامتصاص الإسموذي لو جينا نوضح هذه النقطة هنجد أن في قوتين بيؤثروا على امتصاص الماء من الطربة لو النبات فضل يمتص الماء من الطربة عن طريق الضغط الإسموذي يعني فضلة الفجوة العصرية تمتص الماء اللي موجود في الطربة من ماء وعناصر غزائية هتفضل الفجوة العصرية تجبر وتنتفخ وتنتفخ معها الخلية وبالتالي ممكن أنها تنفجر من كتر الماء اللي موجودة فيها يبقى لازم في الوقت ده الماء دي تتوقف أو سحب الماء الناتجة عن الضغط الإسموذي يتوقف عن دخول الماء إلى العصرات الخلوية أو إلى الخلية وإلا انفجرت الخلية من هنا بتيجي أهمية الضغط الجداري لأن الضغط الجداري هو قوة أخرى لجدار الخلية لما الخلية بتلاقي أن هي متصت كمية كبيرة من الماء بتبدأ أن هي تتوقف أو تدفع جدار الخلية للخارج عشان تقوله كيفية كده امتصاص ماء أنا كده هنفجر فبتبدأ أن هي تقفل أو تبدأ أن هي الضغط الجداري يزيد وبالتالي يمنع دخول الماء والعناصر الغذائية إلى الخلية وبالتالي بيحدث ما يسمى بالتوازن المائي إزاي؟ إحنا عارفين أن العصارة الخلوية اللي موجودة في الشعيرة الجزرية بتكون عصارة مركزة والماء اللي موجود فيه التربة بيكون غير مركز أو تركيزه قليل جدا ولكن مع استمرار دخول الماء إلى الفجوة العصرية بيبدأ تركيز محلول الفجوة العصرية يقل يعني تركيزه من الأملاح يقل نتيجة أن المية عملت زيد جواه فالمية بتقلل تركيز العناصر الغذائية وبالتالي فجأة يصبح المحلول داخل الفجوة العصرية تركيزه يساوي تركيز المحلول المائي في التربة وبالتالي تتوقف عملية اندفاع الماء إلى داخل النبات نتيجة وجود اتزان خلاص بقى فيه التركيز هنا في الجزء زي التركيز هنا في التربة وبالتالي النبات بيكتفي من امتصاص الماء نشوف السؤال اللي بعد كده وهو ما هي القوة المسببة لميكانيكية امتصاص النبات للماء ايه هي القوة المسببة للميكانيكية امتصاص النبات للماء تتم ميكانيكية امتصاص الجزور للماء من التربة بقوتين اساسيتين هما الضغط الجزري او ما يسمى بالقوة المباشرة وتسمى بالقوة الموجبة وتنشأ ذاتيا في انسجة الجزر نفسه وبتعتمد على قوتين تؤثران فيها هي ألف قوة التشرب اتنين قوة الامتصاص الاسموزية يبقى الضغط الجزري او القوة المباشرة دي بتسمى بالقوة الموجبة ليه يسموها بالقوة الموجبة لانها بتنشأ من طاقة او بتنتج عن الطاقة وتنشأ ذاتيا في انسجة الجزر نفسه وبتعتمد على قوتين هما قوة التشرب وقوة الامتصاص الاسموزية ويكونان معا قوة الضغط الجزري القوة التانية اللي بتسبب ميكانيكية امتصاص النبات للماء هي القوة السالبة وبيتم فيها امتصاص الماء بقوة الشد السالبة يعني ما بتحتاجش الى طاقة كبيرة ودي بتنشأ عن فقد اوراق النبات للماء اثناء عملية النتح يبقى دي مش السبب فيها قوة الضغط الاسموزي اللي موجودة في الجز ولكن نتيجة فقد النبات للماء عن طريق عملية النتح وهي القوة الاساسية الفعالة في ميكانيكية امتصاص النبات للماء بالنسبة للقوة السالبة اتكلمنا فيها قبل كده وقلنا ان القوة السالبة بتنتج عن عملية النتح افقد النبات للماء عند فقد النبات للماء على هيئة بخار ماء من الصغور او من الاسطح المعرضة للجو يبدأ النبات يزيد فيه تركيز الاملاح داخل الخلية طبعا مع فقد الماء يزيد تركيز المحلول الفجوي داخل الخلية وبالتالي الخلية اللي فقدت ماء هدي بتحتاج الى ماء تحتاج الى ماء علشان تقلل التركيز الملحي اللي موجود فيها ده فتبدأ تنتص من الخلايا المجورة فالخلايا المجورة اللي اعطتها الماء تبدأ هي الاخرى بالبحث عن الماء منين من الخلايا المجورة وهكذا وتبدأ كل خلية تسحب من الاخرى على هيئة سلسلة دي بتناول دي الميا ودي بتناول دي الميا لحد ما نوصل الى الخلية الاخيرة وهي خلية الشعيرة الجزرية اللي مقربة من محلول التربة واللي بالتالي لما بيتاخد ميتها او بيتاخد الماء منها وبيزيد تركيزها تبحث عن الماء ونتيجة زيادة التركيز فيها بتبدأ تنتص الماء من التربة وبتعتبر القوة السالبة هي القوة الاساسية في امتصاص الماء وليس قوة الشعيرة الجزرية او قوة الضغط الاسموزي اللي موجود فيه الشعيرة الجزرية نشوف السؤال اللي بعد كده وهو اختار الاجابة الصحيحة مما بين القوصين بما يناسب العبارة التالية عند وضع الخلية النباتية في ماء مقطر يؤدي هذا الى انتفاخ الخلية ولا بلزامة الخلية يعني فقدها للماء وانكمشها ولا عدم تغير في حجم الخلية يعترى لو وضعنا الخلية النباتية في ماء مقطر ماء مقطر يعني ماء لا يحتوي على اي املاح زائبة فيه يعترى ده حيبدأ ينتفخ ولا حتحصله بلزامة ولا عدم تغيير يؤدي الى انتفاخ الخلية نتيجة امتصاص الماء منه المحلول الذي يسبب بلزامة وفقد الماء ونقص حجم الخلية هو محلول ناقص التركيز ولا سوي التركيز ولا زائد التركيز ها عارفين الاجابة؟ طبعا زائد التركيز المحلول زائد التركيز هو اللي بيسبب بلزامة للخلية ونقصان في حجمها طيب الغشاء الذي يسمح بنفاذ المذاب ايه هو الغشاء اللي بيسمح بنفاذ المذاب اللي هو العناصر والاملاح المعدنية يا طرى ده بيكون غشاء شبه منفذ ولا غير منفذ ولا منفذ؟ الاجابة منفذ لان الغشاء الشبه منفذ بيسمح بدخول الماء الى الخلايا مع بعض الماء يبقى الماء وبعض العناصر الغذائية اما المنفذ فهو اللي بيسمح للاتنين بالدخول وبالذات لو كانت حبيبات العناصر المعدنية كبيرة فما يقدرش يدخلها غير غشاء منفذ يصعد الماء والاملاح لأعلى في النباتة عن طريق اوعية الخشب ولا اللحاء ولا البشرة يا طرى انهي فيهم ها بالضبط اوعية الخشب اما بالنسبة لللحاء فهي بتنقل العناصر الغذائية المتكونة في الورقة نتيجة عملية البناء الضوئي الى برضو اجزاء النبات ولكن ليس للأعلى ولكن الى الاسفل من الورقة او من اعالي النبات الى اسفل النباتات سؤال وضح اهمية الماء للنبات ده من اهم الاسئلة اللي بتيجي في الامتحانات وده نتيجة اهمية الماء لجميع الكائنات الحية وليس للنبات فقط اهمية الماء للنبات تتمثل في القاتل بيحتاج النبات للماء في جميع مراحل العمرية رقم اثنين الماء مزيب عام لمعظم المركبات كما يعتبر وسط الانتقال وتوزيع الاملاح المعدنية المختلفة من والى الخلية او من خلية الى اخرى كما ان الماء مكون اساسي للبروتوبلازم ويكون من 90 الى 95% من حجم الخلية رقم اربعة الماء وسط مهم جدا لجميع التفاعلات الكيميائية ما فيش اي تفاعلات الكيميائية بيحدث من غير وجود الماء والتفاعلات الكيميائية دي بتحدث في جميع الخلايا رقم خمسة الماء ضروري لحفظ واستمرار ضغط امتلاء الخلايا والذي يتعلق ببعض العمليات الحيوية داخل افراق النبات رقم ستة يدخل جزء الماء في التفاعلات الكيميائية كعمليات البناء الضوئي وعمليات التحلل المائي اخر نقطة من اهمية الماء بالنسبة للنبات هو انه الماء مهم لتبريد النبات وتنظيم درجة حرارته عن طريق عملية النبات الماء عنصر هام وضروري لجميع الكائنات الحية قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي اذا النبات وهو اكثر الكائنات الحية اعتمادا عن الماء نتيجة ان من 90% ل95% من وزن النبات بيكون ماء يعني النسبة المكونة او اكبر مكون في جسم النبات هو الماء 95% منه مياه الخلية نفسها بتحتوي على حوالي 90% من الماء اذا الماء ده عنصر هام جدا للخلية رقم اثنين ان جميع المركبات التفاعلات الكيميائية اللي بتحدث في جميع الخلايا لا تحدث الا في وسط مائي يعني لا يمكن اي تفاعل كيميائي يحدث الا في وجود وسط مائي في الخلية كمان التفاعلات الكيمو حيوية اللي بتحدث في الخلايا زي الانزيمات وافراز الانزيمات معتمد على وجود الماء في النبات بيلطف درجة حرارة النبات عند اشتداد الحرارة بينظم درجة حرارة النبات في جميع الأحيان إذن الماء عنصر هام جدا وزي ما احنا شايفين فيه سبع نقط ممكن نتكلم فيها باستفادة عن أهمية الماء بالنسبة للنبات ولكن إنت لو كتبتلي خمس نقط من السبعة بعتبرك أن إنت أجابت إجابة صحيحة نشوف السؤال اللي بعد كده وننتقل إلى السؤال الأخر أسئلة عرف ما يأتي عرف ما يأتي الأسموزية أنت الضغط الأسموزي البلزمة الاتزان المائي هنشوف واحدة واحدة يا ترى إيه تعريف الأسموزية أيها الأسموزية هي عملية يتم فيها انتشار الماء أو المزيب خلال غشاء شبه منفذ من المحلول الأقل تركيز اللي هو المخفف إلى المحلول الأعلى تركيز اللي هو المحلول المركز التعريف الثاني وهو النتح زي ما احنا أهلينه من شوية هو فقد النبات للماء على هيئة إيه؟ على هيئة بخار ماء من الأسطح المعرضة للجو وبخاصة الأوراق الضغط الأسموزي تعريفه هو الضغط اللازم إيقاعه على المحلول لمنع مرور الماء النقي إلى المحلول من خلال الغشاش بالمنفذ وبالتالي إيقاف زيادة حجب المحلول التعريف الأخير وهو الاتزان المائي هو العلاقة بين كمية الماء الممتص طبعا من الطربة والماء المفقود من الخلية عن طريق عملية النهد سؤال وضح أهمية كل من الانتشار الاسموزية النتح في حياة النبات هنشوف أهمية ظاهرة الانتشار أولا وهي عبارة عن حركة جزيئات أو دقائق المادة من منطقة ذات تركيز مرتفع إلى منطقة ذات تركيز منخفض بطاقة ذاتية الحركة وهو أهم جدا في عملية النهد حيث يتم تبخر الماء من الخلايا المحيطة بصغور الأوراق إلى الجو الخارجي عن طريق عملية الانتشار ده ما يمكن أن تكتبه عن الانتشار طيب الاسموزية ايه أهمية الاسموزية في حياة النبات الاسموزية من خلالها يمكن انتقال الماء من محلول الطربة الأقل تركيز إلى خلية الشعيرة الجزرية زي برضو ما وضحنا قبل كده من المحلول زود تركيز الأعلى ثم ينتقل الماء منها إلى الأوعية الخشبية فالنبات كله تعريف النتح وهو آخر تعريف هناخده وفيه يتخلص النبات من الماء الزائد بداخله أو عن حاجاته كما أنه يقوم بتبريد النبات وتعتبر عملية النتح مسؤولة عن نشوق القوة السالبة اللي لسه متكلمين عنها القوة السالبة الاساسية والتي تعمل على امتصاص الماء من الطربة إلى النبات هنشوف أسئلة وأجوبة على الوحدة التانية بعد كده أذكر أهم أهو عضوية في الخلايا المختلفة منها عنصر النتروجين الفسفور الكالسيوم الماغنيسيوم الحديد معظمها زي ما احنا شايفين عناصر كبرى عادة الحديد اللي بيعتبر من العناصر الصغرى رقم اتنين عناصر بتؤثر في الضغط الإسموزي يعني لها علاقة بالضغط الإسموزي وامتصاص الماء من الطربة زي ايه؟ زي الصوديوم البوتاسيوم الكالسيوم الكولور وكلها عناصر زي ما شايفين عناصر كبرى رقم ثلاثة عناصر لها دور في نقل الطاقة في الخلايا زي الفسفور وعندنا عناصر رقم أربعة بتؤثر على نفازية الأخشية السيتوبلازمية زي الكالسيوم وعندنا عناصر لها دور في النشاط الإنزيمي كمواد منشطة أو عوامل مساعدة زي ايه؟ زي الحديد زي الزنك زي النحاس المنجنيز البوتاسيوم الماغنيسيوم يعني في منها عناصر صغرى وعناصر كبرى رقم ستة عناصر تؤثر في تنظيم حمودة الخلية والتزنها الأيوني زي ايه يا ترى؟ زي البوتاسيوم والفوسفات زي النترات والكربونات والكالسيوم سبعة وآخر عناصر ممكن تكون مؤسرة في حياة النبات هي العناصر المؤسرة على عمليتي الأكسادة والاختزال ومنها عناصر البوتاسيوم والماغنيسيوم الحديد المنجنيز النحاس والمولون وضح ميكانيكية امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الجزور هنا سؤال بيقول لي وضح ميكانيكية امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الجزور عايز يعرف ايه هي الميكانيكية اللي بتعتمد عليها الجزور في امتصاص العناصر الغذائية الإجابة ميكانيكية امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الجزور بتتم بطريقة تانية هما طبعا احنا بنقولهم كملخص وهو دي الإجابة اللي احنا عايزينها في الامتحان مش عايزين إجابة يعني شافية وكبيرة بحيث ان هي تلغبطك لا احنا حنعوز الهم او العناصر الهمة فقط في ميكانيكية امتصاص العناصر بواسطة الجزور ومنها الامتصاص السالب الطبيعي وتوجد عدة ظواهر طبيعية بتساعد على حدوث الامتصاص السالب او الطبيعي زي ظاهرة الانتشار اللي لسي مكلمين عنها التبادل الايوني وتضفق العناصر مع طيار الماء العنصر التاني من ميكانيكية امتصاص العناصر الغذائية بواسطة الجزور هو الامتصاص النشط او الحيوي وده بيفسر الامتصاص النشط عن طريق نظرية الحوامل اللي كانت بتعتمد على ان الجزر بيعتمد على مركبات داخل داخله بتقوم بالخروج من الجزر الى الطربة لحمل العناصر المعدنية من الطربة والعودة بها الى الجزر تضعها ثم تعود مرة اخرى الى الطربة هذه الحوامل او المركبات وتعود الى الطربة لحمل المزيد من العناصر اللي بيحتاجها النبات وهكذا هي دي نظرية الحوامل وكنا درسناها قبل كده واخدنا عنها بعض التفسيرات اسألة اكمل اكمل العبارات الاتية من اهم الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان اكمل العبارات الاتية بالكلمات المناسبة اسألة اكمل ممكن تلم بيها درجات كتير جدا في الامتحان وتساهم في رفع درجتك بالمادة ليه؟ لانها سهلة ومن سؤالتها ممكن ان انت تلم بيها درجات في الامتحان زي ما قلنا اكمل العبارات الاتية بالكلمات المناسبة تقسم العناصر الغذائية الاساسية الى مجموعتين طبعا كلنا عارفينهم ايه هي؟ ايوا العناصر الغذائية الكبرى والعناصر الغذائية الصغرى رقم اتنين البوتاسيوم من العناصر يترك كبرى ولا الصغرى؟ ايوا البوتاسيوم من العناصر الكبرى طب وزنك من العناصر الايه؟ طبعا من العناصر الصغرى تقسم حركة العناصر في النبات الى عناصر متحركة وعناصر طبعا غير متحركة اذكر الطرق المختلفة للاستدلال على النقص العنصري في النبات ازاي اقدر استدل على النقص العنصري ايه النقص العنصر في النبات رقم واحد التحليل الكيماوي للنبات او جزء منه وتعتبر الاوراق الحديثة للنبات افضل اجزاء النبات حساسية لنقص اي عنصر لان الاوراق بتظهر عليها اعراض نقص العناصر اكتر من اي عضو نباتي اخر لذا تستعمل في التحليل يعني بناخد الاوراق نستخدمها في التحليل وقد تستخدم الساق او المجموع الجزري اذا لازم الامر من الطرق ايضا المختلفة للاستدلال على نقص العنصر هو التحليل الكيماوي للطربة لمعرفة محتواها من العناصر ومدى صلاحية العنصر الامتصاص تحت ظروف العادية رقم 3 استعمال طرق رش النباتات بالعناصر الغذائية المتوقع نقصها ومشاهدة زوال اعراض النقص بعد الرش بفترة مناسبة يعني بالرش المجموع الخضري او الاوراق ببعض العناصر الغذائية اللي احنا متخيلين ان هي نقصة في التربة اذا وجدنا فعلا فيه اختلاف في شكل الاوراق ولنا تعرف على طول ان طريقة الرش جابت النتيجة المر جوة رقم 4 اجراء تجارب الحقل او القصص لمعرفة تأثير حرمان النبات من العناصر الغذائية بنقلة للنبات من قصيص الى اخر ومعرفة نقص العنصر بتزود وبتقلل في كمية العنصر مضافة الى الطربة في كل قصيص لحد ما تعرف النبات ده فعلا محتاج قد ايه من العنصر الغذائي اخر حاجة وهي الاعراض الظاهرية على النبات ودي اللي بتظهر على النبات من الخارج ومن خلال هذه المظاهر الخارجية بتعرف على نقص العنصر فعند نقص اي عنصر تكون له بعض الظواهر المميزة كظهور لون معين على سطح الاوراق يستدل بها على نوع العنصر تكلم عن اعراض نقص التغذية على النبات ده من اسئلة المقال المهمة اعراض سوق التغذية على النبات بتظهر على صورتين اعراض نقص واضحة واعراض نقص مستترة وتظهر الاعراض الواضحة على جميع اجزاء النبات يعني الاعراض اللي بتكون واضحة وظاهرة دي بتكون واضحة على جميع اجزاء النبات وبخاصة الاوراق زي ما قلنا كأن تظهر على المجموع الخضري على هيئة تغيير في اللون او في مساحة الشكل او شكل الاوراق او عدد السلميات في الصاق او اطوالها اطوال السلميات طبعا وصمك الصاق او مواعيد التزهير وحجم السمار وشكلها كل ده من اعراض النقص الواضحة اللي بتظهر على النبات وكلها اعراض ظاهرية يمكن تشخصها بالعين المجرادة بس بعين خبير اما الاعراض المستترة فلا تظهر للعين بل يمكن الاستدلال عليها بتحليل النبات او جزء منه تحليلا كيميائيا ممكن يجيني سؤال يقولي يوضح الفرق بين الامتصاص السالب والامتصاص النشط للعناصر الغذائية الاجابة يا ترى الاجابة هروح عامله جدول زي ما احنا شايفين كده في الامتصاص السالب والامتصاص الموجب او الامتصاص النشط والفرق بينهم هما الاتنين الامتصاص السالب من خصائصه انه لا يعتمد على الطاقة الناتجة من عملية التنفس في الخلايا يعني ما بيعتمدش على وجود طاقة ناتجة من عملية التنفس بينما في الامتصاص النشط بيعتمد على طاقة الخلية التي مصدرها عملية التنفس يعني بيحتاج الى طاقة ناتجة من عملية التنفس ويستهلك او ويستهلك جزء من طاقة النبات طيب بالنسبة ل الامتصاص السالب لا يتأثر بالحرارة او مصبطات الاجابة بينما في الامتصاص النشط بيتأثر بالحرارة ومصبطات التنفس رقم ثلاثة بيتم بطريقة عكسية لكن في الامتصاص النشط هو غير عكسي يعني ما بيكونش بطريقة عكسية زي ما موجود في الامتصاص السالب رقم اربعة الامتصاص السالب ليس اختياري يعني اجباري وتوقف على فرق التركيز بين المحليل بينما الامتصاص النشط بيكون اختياري يعني لا يتوقف على فرق التركيز بين المحليل ولا تتحكم فيه اي عناصر او عملية حيوية فهو اختياري كمان بيمتاز الامتصاص النشط بانه لا يعتمد على التركيز بين المحليل وبعضه سؤال اخر وضح علاقة حركة العناصر الغذائية في النبات بظهور اعراض نقص العناصر الغذائية على النبات ازاي اوضح العلاقة بين حركة العناصر الغذائية واحنا عارفين ان فيه عناصر متحركة في النبات مع اعراض النقص اللي موجودة وظهرة على النبات ازاي من خلال اعراض النقص اعرف العلاقة بين العناصر الغذائية المتحركة في النبات حنتكلم فيها عن دوران العناصر الغذائية او حركة العناصر الغذائية ويقصد بها حركة العناصر في النبات وتتمثل في العناصر المتحركة زي ايه اللي هي معظمها عناصر كبرى زي النيتروجين والفسفور البوتاسيوم واللي بتنتقل من الجزور بعد امتصاصها الى الاوراق والبراعم الحديثة والصمار لاعلى يبقى العناصر بتتحرك دايما لاعلى من الاوراق المسنة او من اجزاء النبات السفلة الى البراعم العليا او الاوراق الحديثة التكوين في النبات من خلال اوعية الخشب ثم تنتقل هذه العناصر مرة اخرى لاسفل عبر نسيج اللحاء وتتوزع على جميع اجزاء النبات اذا هي بتتحرك من اعلى الى اسفل ومن اسفل الى اعلى من اعلى الى اسفل عن طريق الخشب ومن اعلى الى اسفل كما في نسيج اللحاء واللي بيوزع على جميع اجزاء النبات فيما بعد ومعظمها بتكون عناصر كبرى زي ما قلنا معادة عنصر الكالسوم ويمكنها الانتقال من الاوراق المسنة الى الاوراق الحديثة في اعلى النبات بعكس العناصر غير المتحركة التي لا يمكنها الانتقال من اسفل الى اعلى كالعناصر الصغرى والكالسوم من العناصر الكبرى سؤال اخر ما هي اهم العناصر الغذائية الاساسية وما هي شروط العنصر الاساسي في النبات جميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى هامة بالنسبة للنبات لدخولها في جميع العمليات الحيوية داخل النبات بما فيها عملية الايد والتنفس والنتح وغيرها من العمليات الاخرى بالاضافة لدخول هذه العناصر في تكوين مركبات غذائية معقدة كالكربوهيدرات والبروتينات والنشا داخل النبات وتدخل الكثير من العناصر في تكوين الانزيمات والهرمونات داخل النبات كما انها بتعتبر عنصر منشط للانزيمات ومن اهم شروط العنصر الاساسي الضروري لتغذية النبات رقم واحد لا يمكن للنبات اكمل دورة حياته اذا نقص او غاب هذا العنصر رقم اثنين لا يمكن استبدال هذا العنصر بعنصر اخر للقيام بظروف النبات رقم ثلاثة ان يكون العنصر ضروريا لأكثر من نوع نباتي مختلف رقم اربعة ان يكون العنصر تأثير مباشر في حياة النبات اكتب المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات التالية هي انتشار الماء عبر غشاء شبه منفذ من المحلول الاقل تركيز الى المحلول الاعلى تركيز يا ترى ايه هو اللي بينشر الماء عبر غشاء شبه منفذ من محلول اقل تركيز الى محلول اعلى تركيز هو الاسموزية أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة القوة المسببة لميكانيكية امتصاص الماء من الطربة بواسطة الجزور قوتين هما إيه يا ترى إيه هما القواتين المسببتين لميكانيكية امتصاص الماء من الطربة لسه واخدينهم مكلمين عنهم قوة الضغط الجزري وقوة السالبة طيب من مراحل نمو الخلية النباتية هي مرحلة كذا وكذا وكذا إيه هي مرحلة الانقسام والاستطالة والتخصص تمام من خلال هذه الأسئلة اللي تبعناها قدرنا نلم دروس البيولوجي في عدة أسئلة منظمة منها اكتب المصطلح اكتب التعريف العلمي للمصطلح العلمي الفلاني خدنا أكمل خدنا الصح والغلط وهي دي الأسئلة اللي بنقدر نجمع بيها درجات كبيرة في الامتحان من أسئلة المقال هذه الأسئلة بتعتمد على الاستذكار والزكاء لأنك ساعات بتقدر أن انت تاخد قطعة من الموضوع الفلاني وبترجع إلى نفس الموضوع في مكان آخر علشان تقدر تكمل بيه الإجابة بتاعتك من خلال هذه الأسئلة اللي احنا شفناها دي تقدر تجيب درجات كبيرة جدا وهو ده اللي احنا محتاجينه إن انت تتفوق وتجيب مجموع كبير علشان إن شاء الله بعد كده هتدخل كلية وحتاخد نفس المواد دي في الكلية ولكن بتوسع أكبر إن شاء الله إلى هنا بتنتهي حلقة اليوم من برنامج بيولوجي نبات شكرا لكم وإلى اللقاء